سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامتكم المرأة المسلمة النهاردة حلقتنا هتكون خاصة بموضوع أنا يمكن أول مرة أتكلم فيه بتفصيل كده من ناحية القوانين العرفية وهو موضوع هيتصل بموضوع العرف وإيه اتصاله بالقانون وإيه اتصاله بالدين في المجتمعات الشرقية الجلسات العرفية الحقيقة ما هيش يعني مش حاجة خاصة مثلا بالمجتمع المصري فقط لكنها موجودة في معظم المجتمعات القبلية الحقيقة إنه الموضوع ده بيتكرر كتير جدا ظهوره في الحالات اللي بتخص المسيحيين ومع ذلك لازم نكون عادلين ونلقي نظرة عامة على الموضوع يعني هل موضوع الجلسات العرفية ده بيحصل في حالة الخلاف بين المسيحيين والمسلمين فقط لا ده مش حقيقة ومش واقع لأنه موضوع الجلسات العرفية أو المجلس العرفي أو بيقولوا عليه أنا ليه عندك حق عرب بنقعد مع بعض ونتفق وكده دي ليها الحقيقة موروثات قديمة جدا في المجتمع المصري أو المجتمع العربي القبلي عموما وعمتا يعني من زمان المحاكم كانت كده عبر عن شوية ناس يحكموا حكيم منهم يفصل في الأمر والكتاب المقدس بيتكلم عن حتى موسى هو اللي كان يعني بيعمل كده مع شعب إسرائيل وبعدين كان بيقعد يحكم طول النهار ويقاضي بين الناس وبعدين جي حما قال له لا بتعمل كذا طب ما تغير ده طب ما فيبقى عندك كذا حد يساعد فبقى فيه شكل للمحكمة أو القضاء من الوقت ده لكن مع التطور يعني زي ما قلت هو موسى ابتدى يعود يحكم بين الشعب لأ نفسه بيقعد طول النهار وبيخلصش فاللي حصل ايه أنا بتكلم بصورة عامية وبسيطة فاللي حصل ان فيه تطور فالتطور خلى بقى فيه حكماء آخرين قضاء آخرين وبعدين بقى فيه تخصص للقادي لازم يكون له يعني خصائص معينة وبقى فيه ايضا دستور وشارع عند الشعوب مأخوذ من العادات والتقاليد ايو مأخوذ من العادات والتقاليد لكنه ايضا مأخوذ من الإيمان والخلفيات الدينية والعقائدية للشعوب دي خلينا نركز على العصر اللي احنا فيه يعني احنا كبرنا بنتفرج على الافلام العربي اللي ابيض واسود والكلام ده ونشوف فيها مثلا الافلام اللي تخص الطار مثلا فتلاقي انه الطار ده ليعرف معروف انه فيه حاجات تقدر تعملها عشان توقف الدم فييجي الراجل شايل كفنه على ايده وماشي وقدام القبيلة كلها ويا يقبل يا اما لا يقبل فيقف موضوع الطار مثلا دي من الممارسات اللي بتحصل ويحكم فيها حكماء القرية لكن ايضا المحاكم العرفية موجودة في المجتمعات القبلية مثلا زي سينة البادو عندهم قانونهم الخاص عندهم قوانينهم الخاصة المرتبطة بايمانهم وعداتهم وتقالدهم لو فاكرين سنبل فاكرين لما تجوز من قبيلة في سينة وابتدأ يعيش في وسط المجتمع ده وعمل لسعوله لسانه عشان يشوفه ده كداب ولا مش كداب حاجة اسمها البشعة ده موضوع حقيقي وبيحصل لحد النهار ده انا حقرلكم بعض اجزاء من مقال انا اسف عنوان الحلقة هو العرف والدين والقانون اي العرف والقانون والدين شكرا لتذكرتي طيب خليني اقرلكم يعني من مقال مكتوب عن القضاء العرفي ودستور القبائل في جنوب سينة حتلاقي ان ده بيتطفق كثيرا مع معظم الحاجات اللي فيها او الاماكن اللي فيها قضاء عرفي فيها عوامل مشتركة كتير جدا ازاي بيختاروا القضاء ازاي بيحصل التحكيم ازاي بيحصل سماع الشهود او سماع المدعي والمدعلي زي المحكمة عادي يعني بس ايه بيمشوا على قوانينهم الخاصة فتلاقي انه في بيعتمدوا على بيقولك كده انه القضاء العرفي من اهم العادات والتقاليد ومورسات الاجداد اللي بيعتمد عليها سكان البداء منذ القدم ورغم اعتقاد الكثير ان القضاء العرفي يطبق فقط القبائل البدوية لكنه يمتد الى القضايا التي يختصم فيها البدو والحضر في سينة وايضا يمتد الى السعيد مثلا ودلوقتي بقى في قرى الريف وبقى في المدن كمان في مصر لانه يعني بتلاقي انه الناس مش عايز تروح للمحاكم عايزين يعملوا قضاء عرفي لو كتبت القضاء العرفي على مثلا على اليوتيوب او على الانترنت هتلاقي فيديوهات عجيبة الشأن انا هحطلكم بعضها النهاردة كده عشان تشوفوا ازاي بتحصل جلسة القضاء العرفي دي هحطلكم بس جزء بسيط منها اوكي وبعدين بيقولوا اولا القبائل البدوية معروف عنها انها ما بتلجأش للمحاكم فعندك البلد دي بقى فيها قانون وهذه القبيلة او هذه المجموعة من الناس لا تقبل انها تروح للمحاكم اقولك انا نخلص الحاجة ببيتي احنا نحكم لنفسنا تصل هذه القضايا والوقوف امام القضاء العرفي الى حد جرائم القتل يعني في سيناء ممكن يحكموا على حد بالموت فعلا وينفذ ويقبل في وسط المجتمع مش عارفة بقى ايه علاقة البوليس بقى بالموضوع ده انا يعني الحياة مش عارفة ازاي ده بينافذ لكن المقال بيقول كده ليه دستور متعارف عليه لانه كمان معظم هذه القبائل قريب بعض يعني قريبين وابناء عمومة فمحدش يدخل في وسطه دي مشكلة كبيرة انا كنت حطيلكو فيديو النهاردة بس يعني ايه قلت هحكيلكو عليه جلسة عرفية وفيها راجل بيتكلم بيقول انا جيت بقراتي وانا جيت بمزاجي وانا بس الولى سعدت الباشا اللوى وسعدت الباشا اللي مش عارف ايه وإلا انا ما كنتش يعني سجدت الحد الموضوع ده يخلص وإلا اللي مش هيلتزم بالحكم اللي هتطلع بيه المحكمة العرفية انا هطلع كذا يعني لفظ ابيح على والدة اللي بيشتمهم وبعدين ايه ده ما تسألوا نيش وبعدين قال ايه وقطع دراعه كمان وبعدين قال حاجة مهمة قال انا فلان الفلاني من قبيلة فلان الفلاني احنا حوالي 6 مليون على بر مصر كل يعني انا ممكن اعمل جيش احارب بيه اي حد يقف قصابنا لازم لما نسمع حاجات زي كده كده نفكر نفكر ده بيأثر على المجتمع ازاي ومين يقدر يقف ياخد حقه من الناس بتفكر بالطريقة دي مهم ليه بنناقش الموضوع ده ده مش موضوع ديني ولا روحي لكنه متصل تماما بالموقف اللي احنا فيه النهاردة من ازاي الناس بتتعامل في البلاد الاسلامية لما يقعوا تحت يد او في المعثرة بين القانون اللي من حقه انه يطالب بيه وبين الاجبار على المجالس العرفية فيديع الحق ويديع الكرامة وانتو عارفين انا بتكلم على قضايا حقيقية النهاردة حيث اقول لكم شكلها بيبقى ازاي بيبقى الشكل انه فيه تلات قضاة والتلات قضاة اللي هم رئيس وانه وانه بيبقى القضاء هنا من خلال التلات قضاة دول اللي هما بيسموهم المرفيع اللي هما التاني والتالت بيسموهم المرفيع والاولاني ده الرئيس ويفصلوا في قضايا تصل الى حد القتل اللي هو الدم مشيرا الى ان الاحكام لا تصدر وفقا الاهواء الشخصية بل هناك دستور وكتب وتشريعات يتوارثة الاجيال قد يأتي للقاضي قضية مشتبكة او متشعبة وقد يلجأ للكتاب لمعرفة حقيقة الامر وإصدار الحكم الصحيح فعلا فيه كتب مكتوبة في هذا الامر فيها قوانين فيها قضايا فهو زي نظام قضائي يعني وبعدين بيقولوا انه انه هذه القضايا لا تنعقد الا بموافقة الطرفين يعني الاتنين لازم يوافقوا والاتنين لازم يوافقوا على القضاء وبعدين انه بيقول اوضح شيخ قبيلة الحيطات ان طرفين نزاع يضع ما يسمى بالعنوة وهو مبلغ من المال يدفع كشارة جزائي عن الذي يتغيب او يغيب او يخاف من الحضور او الشهادة مثلا يحطوا المبالغ دي فيلزموه منهم ما لازم يجوا من خمس لعشر تلاف جنيه وطبعا ده يعني دلوقتي تغير بقى في مئات الالاف من الجنيهات وفي حاجة تانية برضو اسمها الرزقة وده مبلغ من المال بيحطوا الطرفين علشان يوفروا بقى الاكل والشرب والمواصلات للناس اللي هتحكم وعادة ما تلاقي انه الجلسات دي كبيرة ومليانة ناس وفيها اكل وشرب ومايكروفونات وعملين سرادق وجايبين بقى بوليس فالمسائل فيها مصاريف فالرزقة دي بتتحط فيها اصلا يعني شغلانة بس شغلانة موازية للقانون شيء مرعب والحكم فيها مش هتقدر تضبطه على قانون لا يمكن تتعدى لانه موجود في دستور وانه فيما حكم يعني ترفع لها قضيتك او تعمل نقض للقضية لا لانه لو اتحكم انت دخلت وحطيت المبلغ اللي حيلزمك انك تحضر وهذا المبلغ يلزمك انك تقبل حكم الحكام اللي حكمه عليك سواء حكم جائر ام لا ودي مشكلة كبيرة لانه الناس دي ممكن تكون بيدبطها بعض الاخلاق لكن ايضا يدبطها نزعات شخصية هم غير ملتزمين بقانون مكتوب تشريع يجب ان يلتزموا عليه فده بيسبب اذاء لناس كتير ومنهم بقى المسيحيين اللي دائما ما يجبروا ان هم ما يقفوا امام هذه المحاكم او البيت الكبير اللي بيقولوا عليه ده هو برضه جلسة عرفية يعني ما يقولك البيت الواحد ولا البيت الكبير يجي الشيخ يقعد بقى الاسيس ويجيبوا البنت اللي لسه مضروبة الامين زي الاستاذة نفين صبحي دي اللي هنشوف صورتها دلوقتي بصوا الصورة بقى بصوا صورة الاستاذة نفين صبحي دلوقتي ده هو كده وقفة في النص ده بعد الجلسة العرفية والاسيس موجود وطبعا اللي عن ناحية دي دول هم عيلة الراجل الصيدالي اللي اعتاد عليها بالضرب فرحانين ومبسطين قوي لكن هي اللي وشافة الارض هنعرف وشافة الارض ده ليه فحتى الجلسات العرفية اللي بتحصل في وجود رجال الدين دول برضه متحيزة يقولك اذا لم يضغطوا عليها لانه يعني ما كانش قصده الراجل اعتذر مش عارف ايه هيدغطوا عليها بايه يا بنت انت هتجبلنا الكلام القرية كلها تتهجر للمسيحيين اللي فيها لو ما سكتيش فتسكت البنت الشهر اللي فات حصل فيه حوادث كتير انا اتكلمت على قصة نيفين يوم الجمعة اللي فات كانت لسه حصلة ووريت لكم انه الراجل الصيدالي ده يعني مش عارف اقول ايه بصراحة يعني البوليس قال لا ده ما حصلش حاجة يعني هو كان بيقول لها يعني بيضغطي عشان خايف عليك من الحسد شوف البله اللي وصلنا له على بال ما انا اتكلمت معاكو في الحلقة كان قريدي ابتدوا يعملوا الجلسة العرفية اللي ما كنتش عارفوا بقى لانه الموضوع كان لسه حاصل اللي حصل لنيفين في الاسم خلينا نشوف اللي حصل لنيفين في لما دخلت الصيدالية ايه اللي حصل نسمع الحكاية منها هي البنت بتقول انه علش حقر الكلام من تفاصيل المحضر المحضر بيقول ان في واحدة مسيحية الديانة تدعى سيدة نيفين صبحي من قرية كذا سبك الاحد اشمون المنوفية خرجت لشراء حقنا لابنها المريض من قبل احد الصيداليات المملوكة لصيدالي يدعى علي محمود محمد أبو سعدة تقع صيدليته في نفس القرية وبمجرد دخول السيدة للصيدلية فجأت برد فعل الصيدلي قائلا لها أنت بتعملي كده إزاي في نهار رمضان فسألته ماذا فعلت فقال لها خرج بشعرك وبملابس تطليق بشهر رمضان فردت السيدة وبعفوية شديدة وحضرتك مالك بكده أنا جاي أشتري علاج فمكان من الصيدلي اللي يعرفها وباعترافه أنه يعرفها ويعرف علتها فهو عرف أنها مسيحية وغالبا مسيحين ومسيحيات مصر يعني الصليب على قديهم باين وفي مكان زي ده ده مكان صغير يعني هو عارف اللي داخله واللي طالع له وهو قال أنه يعرفها ويعرف أهلها كمان فمكان من الصيدلي إلا أن قام بصفعها على وجهها وحينما عبرت عن غضبها بصوت مرتفع فقام الصيدلي بضربها على وجهها للمرة التانية يعني يا دي الإهانة وقلة الأدب أنت مين أصلا عشان تمدي إيدك على واحدة ما تعرفهاش إلا إذا كنت شخص همجي مليء بالغضب لا يليق بيعني أن يتحط فوق اسمك دكتور ده يعني معناه أنك تعلمت قريت فتحت مخك يعني حاولت تفهم حاجة لكن واضح أنه لا المسيطر على زهن الناس من النوعية دي العنصرية الدين الإسلامي بيقوله إيه فهو بيتصرف بهذه العنصرية طبعا يعني لو الأستاذة نفين بتسمعنا أتمنى أنك تتفضلي تكلمينه وتعملي مداخلة أو أي حد يعرفها ده مشهد الحقيقة مرعب هي اللي اتضربت ودلوقتي اللي حواليها دول دفعوها تمن أنها اتضربت الكل المجتمع كله غلطان فيها بصراحة كنت بشوف أحد القنوات المسيحية بتكلم على الموضوع ده وبيقولوا أنه الجلسات العرفية مؤزية وأنه اللي حصل ده إزاي وكده بس المزيع قال إيه بصراحة يا أستاذة نفين أنت ضربتين كلنا بالألم لما وفقتي على الجلسة العرفية أنا أسفة أنت بتأذي الضحية نفين هي الضحية فلا مش هي اللي أزدتكو موافقتكو والرجالة اللي بشنبات اللي وقفة جنبها دي وهذا الخنوع هو اللي مسبب أن إحنا نبقى في مشاكل وما نقدرش ناخد حقوقنا أنا هقف هنا وقول حاجة الحقيقة قد ما المسيح تكلم عن الغفران والسماحة والمحبة وأنك تحب أخيك ما تحب لنفسك وكل ده قد ما أيضا تكلم على الحق وأنك تقول الحق فالحق يحررك يحررك من كل القيود مش الحق في أنك تعرف المسيح فقط ولكن الحق في أنك تقف للحق أيضا وتقف مع المظلوم أيضا وترده وتقول لا أنت مش من حقك تدربني المسيح عندما صمت للعزبوم هو ده ده بقراته لأنه عارف أنه جه من أجل ده لكن في لحظة واحدة حصلت الحارس ضربوا لأنه لما كان قيافة بيكلموا أعتقد فالمسيح بصله وقال له بتدربني ليه علشان يواجهه هناك وقت اللي لازم تتكلم فيه ليه بتدربني؟ لماذا تدربني؟ علشان تواجهه باللي عمله أنت عارف أنت بتدربني ليه؟ أنت فاهم أنا مين؟ أنت منبع اللي جواك إيه؟ فأنا بسأل النهاردة كل مسلم بيعتدي على مسيحي أو مسيحية أنت عارف أنت بتضطهد الشخص ده ليه؟ سؤال خليني أخد مكالمة معايا الأخ عبد الحق من الجزائر أهلا بيك تفضل مساء الخير أهلا بيك مساء النور أهلا وسهلا أخونا تفضل معلش تعيدي الموضوع علشان ما كنتش بتسمعني الأول النهاردة أنا بتكلم عن التعملات يعني الفرق بين المحاكم العرفية واستخدام القانون وتدخلات الدين في حياة المواطنين عندنا حادثة شهيرة دلوقتي الأستاذة نبين صبحي اللي ضربها السيدالي المسيحي المهم أنت بتتفرج على برنامج المرأة المسلمة بقالك قد إيه؟ أم سوري سيدالي المسلم والله أنا تفضل أنا بتفرج له بقالي من خمسة أيام مش أكتر طيب أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك طيب أخونا عبد الحق يعني أعتقد اسمع الحلقة للآخر أوكي أسمعها شوية وممكن قاعد أتصل بيك بس خليني أقول لك حاجة لإني النهاردة بتكلم عن حادثة خاصة أنا عايزك تفهم حاجة هدف البرنامج ده هو تعريف الناس على المسيح وهدف القناة عموما يعني إحنا بنعرف الناس على المسيح ولكن في حاجات اجتماعية ودينية في أصول الدين لازم نتعرض وهتشوف دلوقتي إن أنا حربه ده بتصرف هذا الرجل كمان فيه هو فيه حروب بين المسيحيين والمسلمين لا مش حروب بين المسيحيين والمسلمين هي الحرب الحرب فكرة الحرب في الفكرة والمسيح مش بيحارب الناس المسيح جاء ليخلص الناس وإحنا مش بنحارب الناس اللي يوجه رسالة للناس بالضبط المسيح جي لا المسيح جي يدي بشارة بالخلاص يبشرنا بالخلاص اللي هو قدمه لنا وهتسمع دلوقتي أنا هتكلم في الموضوع ده إزاي لكن يعني أنا عايزك تفهم إنه إحنا مش ما فيش بيننا وبين المسلمين حرب في فكرة تقود فكر الرجل المسلم اللي عمل ده إحنا بنحارب هذه الفكرة كمان طيب طيب شكرا يا عبدالحق وبص التليفون أنا مش عارفة أنت اتصلت على الواتساب ولا لأ لكن تقدر تكتب لي رسالة وأنا أتكلم معك بعد البرنامج بس عرفني إنه ده تليفونك أوكي أوكي شكرا أشكرك ربي باركك أوكي طيب خليني هكملكم القصة بتاعت اللي حصل في اليوم ده نيفين كان ابنها عيان وكانت محتاجة تروح تديله حقنا مهمة جدا فاضطرت بعد حدثة الضربة دي إنها تروح الاسم تبلغ على الحدثة اللي حصلت في الاسم الزباط أعقوها من إنها تكتب كل اللي هي عايز تكتبه والتقرير اللي كتبته مش هو التقرير اللي مضت عليه لإنه هما مريدوشي خلوها تقرأ التقرير اللي مضت عليه وأنا بطالب بإنه هذا التحيز والفكرة حاجة أنت مش عايز تشتغل ما تشتغلش زابط ما تشتغلش رجل قانون أنا مش هقول إن انت ضميرك ميت أنا هقول إن انت كسلان فالكسالة ما يشتغلوش الشغلانة دي عشان تقدروا تجيبوا حقوق الناس وتعملوا سلام حقيقي إنما دي ترمخة على العقول بس مش بس كده بقى جابوا والدتها وجابوا جزها وهددوهم بالحبس لو لم تتنازل وبعدين حصلت الجلسة العرفية وتنازلت غصب عنها هقف عند الحتة دي دي مش أول وآخر حدثة يا جماعة حدثة سيدة القرم إحنا لسة ماشيين فيها بس بس أحيانا الأفكار دي لا تميز بين ما هو الناتج اللي بيدخل جواك مش بيميز بين المسيحية والمسلمة إذا كانت واحدة رأسها عريانة وإنت عايز تزعق لها هتعمل كده لكن المسلمة ممكن تاخد حقها والمسيحية لأ نواجه ده الدنيا بتتغير وبتتحسن نواجه ده كي خلينا نشوف الصورة اللي جاية دي حدثة في نفس الأسبوع يعني ما بين الجمعة اللي فاتت والجمعة دي كان عندنا نيفين وكان عندنا الحدثة دي داخل سوبر ماركت المحلوي في التجمع الخامس سيدة تعتدي على فتاة بالتجمع الخامس لإنها مش مرتدية الحجاب إيه أنت مين؟ أنت مالك؟ ليه؟ ماهمنيش بقى الباقي لكن دول أكيد راحوا لإسم بقى وبلغوا وتعمل ضدها محضر وواتفر بقى كي الست اللي اعتادت على بنات في المترو إحنا عندنا حدثتين مختلفين الظهر يا إما هي نفس الست اللي ضربت البنات في بنت إبطية بتقول بتتهم سيدات بالتعدي عليها بالسب والضرب داخل عربة السيدات بالمترو وبتقول شتمتهم ليه كانت من أكثر ما يكون والزباط ضغطوا علي عشان أتصالح كانوا بيدربوها ليه؟ عشان مش مغطيش عرها وعشان قالت لهم الظهر أنه كان فيه حد في عربية الستات رجالة فبيقولوا أنا معاها أو حاجة زي كده فبتقول لهم لأ يعني مش مفروض تبقى هنا أو حاجة زي كده المهم قاموا ضربوها يا مسيحية يا مش عارف إيه بهدلوها ضغطوا عليها عشان تتصالح كيف يشعر المواطن المسيحي إن لم يكن له حق قانوني في الحياة اللي بتتساوى مع غيره عارفين ليه؟ الصدين من الأصل ما سواهوش بغيره في بلده في بلده خلينا أخذ مكالمة أهلا مصطفى تفضل أخ مصطفى من المغرب تفضل نعم مرحب بيك كيف حالك السادتي؟ نشكر الرب أنا سعيدة أسمع صوتك تفضل كنت مسلمة مسيحية أنا مسيحية كنت مسلمة لماذا غيرت كل دين؟ تقدر تسمع اختباري وبعدين تكلمني وتقول لي إيه رأيك؟ إنت أول مرة تتفرج على البرنامج؟ نعم طيب أنا بطلب منك النهاردة البرنامج ده مختلف شوي عشان أنا بتكلم على حادثة لكن الحادثة أصولها دينية فأنا برضو هتكلم على النقطة الدينية أتمنى أنك تكمل متابعة البرنامج أنا سعيدة جدا نهار ده أنه فيه ناس بتشاهد البرنامج لأول مرة أنا سعيدة جدا بدا مصطفى لو أنت اتصلت على الواتساب سب لي اسمك وأنا سكلمك بعد البرنامج إن شاء الله شكرا هل تساعدون النسوة في موضعية مزرية؟ مش سامعة أم ساري عيد تاني هل تساعدون نسوة في موضعية مزرية؟ طبعا فقيرة جدا فقيرة جدا اكتب لي اكتب لي بس اللي أنت عايزه على الواتساب ونقدر نتفهم ممكن تروح للمغرب؟ ابعت ميسج دلوقتي على الواتساب إن شاء ممكن تروح للمغرب؟ لا مش ممكن بس أشكرك طيب حسنا معنا الأخت في ريال أهلا بيك يا أخت في ريال إزايك وحشتيني؟ شكرا عزيزتي الرب يباركتي شكرا عزيزتي أذكر محبتك العفو حببتي تفضلي أخت أماني كل سنة حضرتك طيبة وإنتي طيبة ونورة الشاشة والرب يباركي عزيزتي شكرا حببتي وإنتو طيبين حضرتك إنتي وفيته وكفيته عن الموضوع الرب يباركي بس عندي آيتين من الكتاب المقدس اللي هي الدور حول ما يحدث في مصر وفي العالم الإسلامي أي في سفر إشعية إصحاح 26 عدد عشرة يقول الوحي الإلهي لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل طبعا أحكام الإله القدوس اللي هو العادل والغفور والمحيط وأيضا آية أخرى رائعة إن رأيت ظلم الفقير ونسأل حق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمم لأن فوق العالي عالياً يلاحظ والأعلى فوقهما مزبوط فخلي يعرفون أنه إله عادل وهو اللي راح يحكم وهو اللي راح ياخد حق المظلومين وأختي أماني أنا مستغربة قبل في الدول العربية إذا كان رجل يتحارش بامرأة الكل يمتمون عليه ويضربوه يعني يعتدون عليه الغيرة غيرتهم ما تقبل ماذا جرى ماذا جرى الآن ماذا حدث الآن في مصر الأشياء اللي ده نسمعها من هؤلاء الرجال اللي هم بصراحة مع كل احترامي أجبار رجال نور رجال هي هو شر الإنسان شر الإنسان بدون المسيح هو ده هي دي الحكاية الحقيقة حقيقتنا بتظهر لما يكون المسيح مش مغطينا ومش في قلوبنا وده اللي احنا بنصليه إنه الله يلمس قلوبهم بحضوره فيغيرهم من الداخل من القلوب القلب يتغير فيعطي ثمر آمين يعرفون الحق والحق الحررم نعم أمين والحق هو الرب يسوع المسيح له كل المجد الرب يحفظك ومن مجد إلى مجد ونحن فوق نعمة ويحفظك ويباركك وكل مشاهدينا وعيلتك وخدمتك في اسم يسوع شكرا يا فرياد شكرا عزيزي الرب يبارك يا حبيبتي ويبارك شكرا حبيبتي طيب أنا عايز أوريكو جزء بسيط من جلسة عرفية الجلسات العرفية بتعتمد في جزء كبير منها على أصول الدين فهتلاقي أنه في الجلسات العرفية أنا بس جايبها لكم ممكن تلاتين ثانية ولا حاجة هتلاقي أنه فيها شيوخ وفيها اعتراضات المجتمع في ناس في المجتمع بتعترض على أنه جلسات الصلح العرفية دي وسيلة للقهر والاستبداد وضياء الحقوق وفيها تشيع للدستور والقانون فيه ارتباط مباشر بالضرب في الدستور والقانون لأنه هنا يدي لك مجال في أنه تتصرف في الحوادث دي زي مع المسيحيين بالطريقة دي على فكرة قبل ما أكمل حتة الجلسة العرفية دي عايزة أقول لكم حاجة أنه المسلمين في الغرب دائما ما يحاولوا أنه هما يدخلوا في القوانين حتة أنه الجأوا للقانون العرفي للجامع يحطوا للجامع أنا عايزة أشرح حالك ببساطة يقولك أنه إحنا لازم لينا قانون خاص كمسلمين ففي بعض الحالات في الأسرية لو محكمة حكمت مثلا لو فيه زوج وزوجة اتخنقوا في حاجة والزوج قال لهم ده العرف بتاعنا إحنا ما عندناش ستة تخرج من غير إذن جوزها مثلا فلو فيه قضي واحد حكم أنه طيب الجأوا إلى محكمة عرفية تحكم بينكم في الجامع خلص الموضوع خلص الموضوع دخل التشريع بحكم واحد يدخل يدر يدخل الطريق لأنهم يفتحهم حكم عرفية جوه الجوامع وفعلا ده بيحصل بس هم عايزين يقننوها فدايما هناك سعي للأمر ده يعني ليه لأنه بيفتح الباب أنه يدخل قوانينه أرجع تاني إلى الفيديو اللي هعطه لكم على الجلسة العرفية دي أنه بتشوف الناس بيبقى فيها شيوخ وفيها بوليس وفيها يعني رجال المجتمع وفيه بقى إيه القاضي بقى الحاكم الكبير بقى الراجل اللي بيقعد يرغي ويقول لهم هتعملوا ومش عارف إيه وهاتلتزم وفي الآخر أنا عايزكم تسمعوا هو بيلمهم كده الناس اللي متخنقين ويشاهد الناس عليهم ويشاهدهم بالقرآن ويشاهدهم بالمش عارف إيه وكده بس قال حاجة مهمة أول قال حاجة فيها رفض لأي دين غير دين الإسلام مع أنه ممكن يكون في الناس اللي موجودين دول مسيحيين يعني حتى في هذه الجلسات العرفية هتلاقوا فيها تعصب من ناحية دي وبعدين هشوف بقى ويحلفهم إزاي كانوا يعني بصراحة بعد الحلفان ده كله إيه اللي هيخليك تلتزم خلينا نشوف وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب ينضب الله وبرينا من كل دين نخالف دين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله أقول وراينا نقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم حرف حرف آية آية صورة صورة نشهد الله في عرشه والملائكة من خلقه والجن من خلقه والإنس من خلقه والحاضرين بأننا تصافينا صفاء اللبك طوينا الصفحة السوداء وفتحنا صفحة بيضاء صفحة بيضاء زي اللبن في صفاء اللبن أولا يعني يعني أولا اللبن مش صافي كده يعني زي ما حضرتك فاهم ده كله مايكروبات بس معلش المهم شفت هو قال لهم إيه هما بيبرقوا من أي دين غير دين الإسلام خرق كل أي حد تاني في الدنيا لا يدين بدين الإسلام برا الموضوع ده وبعدين يعني قاعد يحلفهم بكل آية آية وصورة صورة وبالجن وبالشياطين وبالمش عارف إيه والملايكة وحرف حرف يعني الحقيقة أنه وأنا بسمع ده أنا حزنت لأن أنا فاكرة وأنا مسلمة قد إيه كان الحرف مسكني وقد إيه كانت الممارسات يعني اللي بتحددني بالحسنات والسيئات وعدادها وكل ده بيحددني وبيقلمني لإني مقدرش حتى يعني مقدرش أخرج عنها حاجة مرعبة إنك تخرج عنها لكن أي واحد من اللي وقفين دول لو في قلبه كده مش موافق يعني رجل أبو أميصة بيد ده مثلا أنا بس حركز عليها رجل أبو أميصة بيد ده في كل الوقت ما كانش بيردد كل الكلام مثلا طب بفرد إنه في قلبه بقى كان بيقول حاجة هو أضمر حاجة تانية هو يقدر يقدر المهم في النهاية إيه اللي يضمن للناس دي إنه اللي قالوه هيتنفذ مفيش قانون يضمن مفيش حاجة أسماء أقول لك أقول لك إيه مثلا هنقطعك من العيلة وإيه يعني وإيه فكروا في الأمر دي قوة دولة داخل دولة بصراحة يعني ده دولة داخل دولة يعني والجلسة دي جلسة عرفية ولا تحضير عفاريت أنا مش عارف أنا عايزة أتكلم على الجزء التاني من الفكرة دي خلي ببالنا دايما إنه الجلسات العرفية دي داخل فيها الدين أنا عايزة أشوف إيه حقوق أهل الزمة المسيحيين مشكلتنا النهار ده المسيحيين اليهود غير الدينيين اللي بيتقبلوا في الجلسات العرفية دي مع الناس دي إيه حقوقهم ففي واحد من الشيوخ بيقول كده إيه إن حقوقهم عسمة أموالهم وممتلكاتهم بما إنه هم أهل زمة وهما وفقوا إن هما يكونوا عايشين في البلاد الإسلامية دي تحت حمايتنا طبعا ده انتهى خلص ما فيش حاجة اسمها كده هما أصلا ما وفقوش أنتوا غزتوهم وخدتوا بلادهم وأكبرتوهم على على الحياة تحت قوانينكم فإذا إذا كانوا موافقين وعايشين بقوانين الدولة الإسلامية تعصم تعصم أموالهم وممتلكتهم يعني المسيحيين اللي وفقوا على الألمين اللي خدتهم الست المحترمة دي بإيد الراجل اللي ما يعرفش يعني احترام دول لما سكتوا عصمة أموالهم وممتلكتهم ولكن لو ما كانتش سكتت كانوا أمها وجوزها وخالها وعمها باتوا هناك وفي الأخر تهجروا لأن المجالس العرفية تهجر المسيحيين وتهجر أي حد يعني أي حد عمل غلطة كبيرة أو يمكن يهجروا هو وعيلته فيديوهات مليانة الموضوع دي أنا وأنا بتفرج على دافت كارت كده نيفين قلت دي يعني ما كانش فاضل إنها كمان بعد الألمين اللي خدتهم يعني تحط كفانها على قدها وتمشي به منتهى الإجحاف كل الاحترام لكي كل الاحترام لكي انت حقك عند ربنا لأنك بتمثلي المسيح إيه حقوق أهل الزمة تاني إنهم ينتفعوا بالمرافق العامة يعني عندنا يعني يروحوا الجنينة زي بقية البني أدمين برضو ما سمح لهم يعني فيش مشكلة لو في حمامات عامة يستخدموها يمارسوا بعض الأعمال الشيخ قال كده يعني هناك بعض الأعمال اللي ممكن يمارسوها لكن هناك عمال لا يمكن يمارسوها مثلا زي ما تقولك الست الطبيبة المسيحية ما يخلوهاش تبقى طبيبة مسيحية للمسلمين مثلا ممكن أو دكتور أمراض النساء اللي مش ممكن يبقى مسيحي يعني انا لسه أنا معرفش سمحوا لهم ولا لسه أنا بقول مصرف تتقدم يا أوكي وما سمح لهم بحرية الاعتقاد آه صح ما سمح لهم بحرية الاعتقاد وخطف البنات وأسلمتهم والضغط عليهم على العائلات تلبسهم قضايا مخدرات عشان يسلموا ولا قضايا الأداب دي بقى ده حاجة تانية يا حرية الاعتقاد كبا احنا سايبنكو هو بس لا تبني كنيسة ولا تصرحها ولا تعمل يعني احنا نشكر ربنا على التغير هو لكن في بلاد ما فيهاش كناس ما تقدرش تبني فيها كنيسة حنشوف في السعودية هتعمل ايه فيه تغير فيه تغير نشكر ربنا بس التغير لازم يكون في القلب مش مش في الشكل عشان خاطر الناس تقول لنا برافو يعني يعني دي ويقولك ايه ومزاولة بعض الأعمال الحر بعض الأعمال الحر خلينا نشوف بقى ايه لي ما انفعش تعملوا القرآن قال ايه هو الدين بيقول ايه شوف الفيديو اللي جاي اتعامل معهم ازاي مدامنا يجوز يعيش معنا بعقد اهل دمه ومستأمنين طيب كيف تعامل معهم اولا تجوز معاملتهم كأهل دمه هم اهل الدمه فيما لم يتحقق تحريم التعامل فيه مع عدم مودته اي شيء لا تتحقق فيه المودة معهم انا وعاملة في بيع في شراف في استئجار في ذهاب في اياب ايا كان لا بس اذا لم تكن هناك مودة بيننا وركون اليهم لننا منهيين عن الركون الى الذين ظلموا وهم من الذين ظلموا ونأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم يقولك ايه لا يتخذ المؤمنين الكافرون اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلموا الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير دي آية واحدة كده من من اهل عمران يا ايه الذين امانوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يقلونكم خبالا ودوا مع عنيتهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيان لكم الايات ان كنتم تعلموا تعلمون تعقلون ها انتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بالكتاب كله وهكذا بيكلم على اهل الزمة هنا ولا اهل الكتاب ف ده واحد بيقولك يا جوز ماشي يعني اذا كنت حابب تتعامل معهم يا جوز بس ايه تتعامل معهم ازاي تتعامل معه ولكن بدون مودة انا عايز اسألك حاجة الاصل في القلب وفي المشاعر الانسانية وفي الترابط الانساني انه يكون في مودة انه يكون في تعاطف انه يكون في اذا شلت المواد ده انت بتتعامل مع البني ادم اللي قدامك ده اذا شلت المشاعر الحقيقية اللي بتربطك بانسانية الانسان فانت بتتعامل مع طوبة ولا ترابيزة ولا حيوان غير مفيد ليك انا اديلك حقك عشان انا عايز انا بقى كويس عشان انا ربنا قال لي اتعامل معك في الحدود دي بس انت لا تعني شيء حتى فاكرين حتى الزوجة هتحبها ازاي لو متجوز واحدة مسيحية متقدرش تحبها ولا تبدأها بالسلام خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده اثنين بر اهل الذمة ان نبرهم ونحسن اليهم وهذا مأذون في الشريعة اذا تعاملت معها لا تظلمها اعدل معها الثالث في التعامل معهم لا يجوز ابتدائهم بالسلام لا تجي تبدأهم بالسلام لا تأتي الصباح تقول سلام عليكم لا تقول له الله جود موردينج تقول مرحبا ما في مشكلة لكن تبدأه بالسلام لا طيب اذا سلم تقول وعليكم كما كان اليهود يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه بعضهم كان يقول السام عليك يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كان يقول السلام عليكم رجاء ان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة رجاء ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يريد هذا الدعاء لأن النبي مستجابة الدعوة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بس عايزة أقول لحضراتكم حاجة أولا الشيخي اللي بيتكلم ده يقولك إيه أصل الناس اليهود كانوا يسلموا عليه فيرجو أنه يدعي لهم اليهود أصلا كانوا عارفين أنه هو مش نبي فيدعي لهم ليه يعني هما عارفين أصلا أنه لا يعني شيء هما كانوا بيتجاهلوه هما كانوا بيخافوا منه آه علشان خاطر أتل اللي أتل وطرد اللي طرد وهجر اللي هجر يعني فاللي كان فاضل يمشي يقوله السام عليكم كده يعني زي ما بنعمل في مصر آه فمحمد يقوله وعليكم شوف حتى نية أنك تدعو لشخص بالبركة مش موجودة جات منين؟ من هذا الإيمان لأنه إله القرآن قال لهم لا ده إن تمساسكم حسنة سوءهم هو حط جواهم كده أنه المسيحيين واليهود بيكرهوكم أنا عايز أقول لكم حاجة إحنا المسيح علمنا أن نحب حتى أعداءنا فمش هنحب أهلنا وأهل بلدنا لا بنحبوكم ده إحنا بنحب مضطهدينا لا بنحبوكم ده إحنا بنحب اللي بيغزونا واللي بياخدوا مننا واللي بيضربونا والكلام ده كله بنحبوكم بنحبوكم محبة حقيقية عارفين ليه؟ لأنه المسيح نفسه بيحبوكم فأنا ما أقدرش ما أحبش اللي بيحبه إلهي اللي أنا عارفة إن أنا كنت وقفة في مكانه في يوم من الأيام حتى الراجل الصيدالي اللي أنا متغزى منه جدا ده أنا برضو هحبه عشان المسيح وهصلي من أجله عشان المسيح علشان في يوم من الأيام لو قبل المسيح أنا عارف إن قلبه هيبقى زي الصفحة البيضة وإن الله هيغيره بس المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يعمل كده لكن الإله الكاذب هو من يضع في القرآن الكلام بتاع ما تودهمش ولا تتخذوا منهم أولياء وإنت تمسكم حسنة سؤهم ده إله يزرع البغضاء عشان كده النهاردة عندنا مشكلة في المجتمع يبص للمسيحية ويقول لا أنت نقصة لا ما ينفعش زحوهم من على الطريق مشكلة أرجع تاني لفكرة القضاء العرفي ده من فترة الفيديو ده للأبراشي كان موجود في وقت من الأوقات اللي كان فيها بردو المجالس العرفية بتاخد حق الناس وخاصة المسيحيين فطبعا المحامي الموجود ده المحامي معروف ومسيحي وهو بيتكلم عن مدار هذه الجلسات العرفية تفضل الجلسات العرفية ده قضاء موازي وسلطة أخرى موازية لسلطة القضاء وليس لها أساس في القانون اللي بيحكمهم أهواء شخصية للمحكمين ولا يحكمهم قانون ولم يكن فيه قاعدة عامة مجردة لجميع هو النهاردة حسب حكم المحكمين المحكم اللي هو اختاره الأطراف بيحكم بأهواء شخصية ما بيحكمش بقانون بقاعدة عامة مجردة بس هل هو بديل للقانون ولا هيذهب بعد جدر للقانون هو أصبح الآن بديل للقانون ليه؟ أصبح الآن بديل للقانون ده الأستاذ هني رمزي المحامي ربنا عبركم لأنه بيشتغل مع ناس كتير بتصدر ضدهم أحكام وقضايا بالشكل ده لسه عندنا قضايا في محاكم عملوا فيها مصالحات عرفية بس لسه عندنا ناس جوه السجون ليهم اتصال بالقضايا دي لأنه لما بتحصل خناءة في قرية مثلا بيحصل ايه؟ مش أول مرة نحكي الحكاية دي ياخدوا 30 مسيحي على 15 مسلم وبعد يومين يطلعوا 15 مسلم ويخلوا التلاتين مسيحي ويبقى بقى ليهم قضايا يعني بقى حلني ويطلع المسيحي بقى أو ما يطلعش يلاقي نفسه أهل وتهجروا أو لسه قضاياهم ماشية زي ما هي ولا حل لا حل الحاجات العرفية دي بتبقى على قدر أهواء الشخص اللي بيحكم وهي قانون موازي للقانون وما فيهاش أي قاعدة عامة بتطبق على الجميع خلينا نشوف اللي بعد كده آه يعني العائلتان طالما أحتكمتها إلى المحكم العرفي اللي هو حيقول عليه هيمشي هو اللي هو حيقول عليه هيمشي والحكم ملزم وملزم إزاي إنه بيتم توقيحهم على إصالات أمانة أو شيكات قبل الجلسة العرفية وبعد ما بيتم التوقيح عشان يقدر يلزمهم بالحكم بيحل أكثر من 70% من المشاكل في المحاكم ممكن يحلها لكن ياخد من دولة القانون والمؤسسات هنا بيرتضهم للفصل بينهم وهم متنازقين ومعملون محاضروا في المحاكم للفصل بينهم بل ما يوقع تلاتة أربع سنين يكون خلص نص العلاءات الجلسة العرفية هتينيه هذا الأمر لأنها أضرب عادات الأرياف والقبائل لا بيشتعالهم ولا بيشتعالهم ده فيه قهر خلي بان ساعتك أطبع أنا بس هوضح نقطة شوفوا الاتصال بين هؤلاء الراجل ده من الناس اللي بتشتغل في المحاكم العرفية الاتصال بين الناس دي وبين رجال القانون اللي المفروض يكونوا في الإقسام في الأماكن اللي بتنفس فيها الأحكام دي بتعطيهم قوة لأن الزابط ماضي زيه زيهم أنا شاهده مثلا فيقهر الناس اللي ما عندهمش قدرة إنه هما يردوا عن نفسهم حد مثلا فلنفرد إنه واحد المفروض ياخد تعويض مليون جنيه لكن اللي ضربوا ابن الراجل الغاني القوي في القرية فياخد بدل المليون هياخد مية مئة ألف وماقدرش يتكلم ليه؟ لأنه فيه جمايل في النص فيه جمايل في النص بس اتحكم عليه وهو وافق ومش هيقدر يقول لا مشكلة كبيرة عايزة شوف الفيديو اللي بعد كده المسألة مش مسألة صلح لو هي على جلسات صلح آآ آمين مفيش مشكلة ايه المشكلة إنه نوعب ونتصالح مفيش حد ديها يعني يعيب عليها في حاجة بالعكس لكن المشكلة اللي بيحكم اللي بيصدر فيها من أحكام هي المسألة إحنا مش قاعدنا صلحنا وطدينا وقومنا ودينا بعض من الأحكام المحكمين هل طالما قابلها الطرفان خلاص الأحكام العرفية ما بتوباش بالطراضي أحكام العرفية بيلجأ المحكمين إلى حكم ويحصل فيه مدولة ويصدوا الحكم والحكم غير قابل للطعن ولا يجوز لك الرفض شفتوا إزاي ما ينفعش لا يجوز لك الرفض وإنت ملتزم بدا أمام القرية أمام القانون أمام الكل زي الست دي هتقدر تروح تاني ترفع قضية في المحكمة أهلا في البلد يتبهدلوا هشوف الفيديو الأخير ونختم إن كان الحكم لم يرتضيه أحد الطرفين صارت كأن شيئا لم يكن ولا يعمل بهذا الحكم وعليه لكن أغفر أنا مالي بلي بقوله إيهابني أنا بقولك دي الحقيق يا فقدر الحكم أنا بقوله مسؤول عن كلام يبقى كل واحد مش يعجبه الحكم حيقول المحكم فرق بين المحكمة وبين العرف هو لجنة المصلحات إيه الفرق الفرق إن في المحكمة إنت ما تختارش القضي بتاعك ده قضي قعد في المحكمة وبيحكم ومعين نطيبه للدولة يبقى إنت هنا إذا اخترت يبقى اللي هو حيقوله عليها هيمشش تماما نجلة لك أو عليه إنت ما بتختارش ده بتبقى بالتوفيق الطرفين كل الطرف بيختار أولا الكلام اللي بيقوله ده مش صح لإنه هو إذا ما قبلتش يبقى أنت لسه فيه مدولة في المحكمة لكن الخطر في هذا الموضوع حاجة تانية قالها أنه إنت في المحكمة ما بتختارش القضي بس هنا تقدر توافق على القضي أو ما توافقش ودي مشكلة كبيرة جدا لأنك هتوافق على القضي اللي يجي على مزاجك اللي هيبقى قريبك أو صاحب حد قريبك أو هكذا لكن ميزة القانون العام أنه إنت لو في معرفة بينك وبين القضي أو القضي يعرف خال اللي جابه خلانك ما ينفعش بقضي أصلا يحكم في قضيتك ففي مسواة وفي أيضا قانون يدبع حيمشي على قانون مكتوب متفق عليه لكن أنت هتمشي حسب العرف والدين ودي مشكلة تدخل الدين الغير عادل في حياة البشر جميعا خليني أكلمكم عن قصة النهاردة وأنا بفكر في الحلقة دي أقول يا رب يعني اللي حاصل ده كله من اضطهاد ضد المسيحيين في مصر أو اضطهاد ضد أي حد لا ديني مثلا أو متنصر يعني في حد كتب مقال بيتكلم فيه عن أنه أنت بتتطهد المسيحي وبتتطهد المتنصر كتب كده وبتتطهد اللديني فعلا لأنه أنت خرجت عن القطيع الإسلامي بقيت مرفوض لأنك لا تمثل العمة اللي يرتديها المسلم موجودة في كتابه وهو متوصي على كده المسيح حكى حكاية عن راجل سامري يعني إيه سامري يعني السامريين دول كانوا اليهود بيعتبروهم مش مقدسين الناس مش عايزين يتعاملوا معهم لأنه هم مش بيفكروا في الإيمان بتاعهم بنفس الطريقة بمنطقة البساطة كده فما كانش يعني مش مفروض ده ناجس مش مفروض يتعامل معه فاللي حصل إنه فيه واحد يهودي كان ماشي في الطريق خرجوا عليه قطع طريق ضربوه وخدوا حكته وسبوه على الأرض عدى يهودي زيه بصله قال له لا 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 ده فيه دم ما قدرش ألمسه ده هيبقى ناجس حمشي بسيبه عدى واحد تاني رجل دين قال لا ما قدرش أنا عندي مش عارف معاد مثلا يعني لكن عدى الساميري الصالح ده الراجل ده اللي هو مرفوض من اليهودي المضروب ده أصلا واليهودي ده بيكرهه أصلا عدى لقى مجروح طبب جرحه أكله شربه وأخده وحطه في مكان يطبب ويعتنى به إلى أن يعود مرة أخرى ويتطمن عليه المثل هنا بيتكلم عن قلب الله الله بينظر إلى احتياج الإنسان بالتساوي الإنسان المكسور المحتاجه بالتساوي مسلم مسيحي كذا هو عايزك تعرفه هو فيتغير قلبك انت الساميري للمفروض ما يعرفش ربنا كان عنده محبة فمركز المثل ده هو الحب انت جواك حب يشوف الناس بعينين محبة الله ولا لأ المسيح فقط هو اللي قدر يعمل كده انه يعطيك عينين تشوف الناس بمحبة هذا الإله العظيم وده لا يمكن يتواجد في الإسلام بصلي انه النهاردة الله يغير قلبك انت ما تبصش للقانون لكن بص لقلبك انت فكرك انت قراراتك انت ارتباطك بالله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة